بشغفها في الدفاع عن البيئة خطفت فتاة سويدية في 16 من العمر الأضواء في دورة العام 2019 من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي نجمة دورة العام 2019 من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هي فتاة سويدية في 16 من العمر سرقت الأضواء من الزعماء السياسيين والاقتصاديين بشغفها في الدفاع عن البيئة وتشن السويدي جريت تا تومبرغ منذ أبا غسطس حركة إضرابية كل يوم جمعة تتغيب فيها عن المدرسة للاحتجاج على الوضع المناخي أمام مقر البرلمان في بلدها وقد سطع نجمها خلال المؤتمر الدولي حول المناخ الذي أقيم الشهر الماضي في بولندا حيث ألقت كلمة وباتت حركتها الإضرابية القاصدة في أنحاء العالم أجمع حيث يضرب طلاب كثيرون عن الدراسة دفاعا عن قضية المناخ خلال فعاليات كتلك المعقودة في دافوس يهوى المتحدثون استعراض إنجازاتهم دون الإدراك أن لهذا النجاح المالي تداعيات وخيمة وهي انضمت في دافوس إلى مجموعة من الشباب اعتصموا وسط الثلوج أمام مدخل مركز المؤتمرات حيث يتوافد رؤساء الدول والحكومات ومدراء الشركات وأصحاب الملايين والنشطاء منذ يوم الثلاثاء وقد اختارت الشابة السويدية التي استقلت القطار لتصل إلى دافوس التي يقصدها مشاركون كثر بطائراتهم الخاصة أن تخيم في الجبل في منشأة مؤقتة بدل أن تنزل في فندق من الفنادق الفخمة التي تنتشر في المدينة ترجمة نانسي قنقر